عايزة بسرعة شديدة جدا أقول أن مشاكل القيصرية ارتخاء في العضلات فتاءات الجرح بيتلوس الجرح بيصعب التقامه بيحصل ممكن التهابات في الرحم كثيرة جدا لأن احنا بنفتح الرحم نصين بتحصل التصاقات كثيرة جدا من القيصرية ولذلك في أدوية معينة لازم بتتحط عشان تمنع الالتصاقات دي وإلا الست مش هتحمل بعد كده فتجيب بيبي واحد وتقعد بعد القيصرية دي خمس ست سنين أول سؤالة سألولا ولد عملتي القيصرية فينا عملتها في مستشفى كذا أقول لها خلاص دي سيئة جدا جدا يعني وفي الآخر جالك التصاقات وبيحصل نزيف للسيدة بتنزف حوالي لتر دم بنحتاج أحنا ممكن نعلق لها دم وممكن يحصل ارتخاء في الرحم ونزيف شديد جدا بعد الولادة طول فترة النقاها بتعضلها حوالي شهر أو شهر ونص قبل ما تعرف تتحرك وترجع لحياة الطبيعية لكن السيدات الطبيعيين اللي بيولدوا طبيعي زي الجدود لما كانوا بيولدوا في الغيط الولادة الطبيعية مش محتاجة دكتور نسا ممكن محتاجة ميدوايف أو داية شطرة أو ممرضة شطرة وانت تشرف عليها